هذه الجوانب الفنية مهمة في كتابة الرسالة وبدونها الرسالة تعتبر أقل كفاءة وأقل فاعلية لدى الطرف الثاني عند استقبالها من هذه الجوانب الفنية نتكلم أولا في الهوامش ما هي الهوامش؟ الهوامش هو المسافة بين حفة الورق والكتابة الحفة سواء كانت من الجهة اليمنى اليسرى من أعلى أو من أسفل طبعا لها دور لها أهمية الهوامش يبدو دور الهوامش واضحا في عملية التنسيق تنسيق الرسالة وإظهارها بمنظر أكثر ملائمة وأكثر جمال وجاذبية طبعا يفضل أن يكون الهامش من الأعلى هناك هامش من الجهة العليا من ثلاث إلى خمسة طبعا هناك أنواع حسب أنواع الرسائل الهوامش هذه تنقسم في المسافات هذه تتنوع من رسالة إلى أخرى لكن هناك فوائد معينة لهذه الهوامش ما هي فوائد هذه الهوامش؟ للهوامش عدة فوائد منها أولا يحافظ على الرسالة من التلف خاصة إذا تعرضت بعض الأطراف إلى التمزك أو التبلل أو إلى آخره سوء الاستخدام ثانيا تسهل الهوامش عملية حفظ الرسالة في الملفات الخاصة بها خاصة عملية الحفظ أحيانا تحتاج إلى تخريم هذا الورق فيكون عملية التخريم بعيدة عن الكتابة ثالثا الهامش يعطي الرسالة الشكل الجميل والرونق الجداد أيضا يحمي الهامش الرسالة من التزوير تكون بعيدة عن التزوير بعيدة عن التزوير وإمكانية التزوير ثانيا المسافات المسافات لها علاقة لكن ليست بالهوامش الهوامش كلنا جانبية يمين يصار من أعلى ومن أسفل بينما المسافات في الرسالة هي بين الكلمة والتي تليها بين الكلمة والأخرى بين السطر والآخر بين الفقرات بحيث يكون هناك تناسك في الرسالة يعطي لها شكل مرموق منسق جميل طبعا المسافات هذه تختلف من رسالة إلى أخرى تختلف من رسالة إلى أخرى طبعا المسافات يجب أن تكون متقاربة متساوية مسافة بين السطر والآخر بين الكلمة والأخرى إلى آخره طبعا هناك موضوع آخر مهم في الجوانب الفنية في كتاب الرسالة للورق المستخدم هناك نوعيات مختلفة من الأوراق نوعيات مختلفة من الأوراق يجب على المنظمة أن تختار نوعية معينة من الورق هذا الورق يكون ملائم هناك نوعيات مختلفة A3 و A4 يتناسب مع طبيعة الرسالة وفق مواصفات محددة من حيث اللون هناك ألوان مختلفة يتم استخدامها بين المنظمات كل لون يعني حالة معينة مثلا اللون الأخضر يعني الشكاوي اللون الأصفر يعني المسائلات إلى آخره فيه النوع زي ما ذكرنا النوع اللي من حيث الحجم مواصفات الورق فيه ورق أبيض ورق أصفر إلى آخره هذه من حيث الورق المستخدم من حيث الورق المستخدم علامات الترقيم علامات الترقيم ما هي علامات الترقيم علامات الترقيم هي العلامات التي تستخدم داخل داخل نص الرسالة طبعا هي من الأشياء المهمة التي يجب أن يراعيها كاتب الرسالة لأنه تساعد على سرعة الكراءة والفهم وفيما يلي أهم علامات الترقيم ما هي علامات الترقيم؟ اللي هي النقطة طبعا توضع النقطة في نهاية جملة مفيدة الفاصلة يتم وضع بين الجمل أو أجزاء الجمل خاصة إذا كانت الجمل طويلة الفاصلة المنقوطة توضع أيضا بين الجمل الطويلة طبعا وما يأتي بعدها هو كلام آخر الشرطة طبعا توضع قبل وبعد الجمل المعترضة علامات الاستفام للمسالة للسؤال علامات التعجب أو التأثر كل ذلك من علامات الترقيم علامات الترقيم أجزاء الرسالة لو تكلمنا في أجزاء الرسالة طبعا الرسالة تنقسم إلى أجزاء وهذه الأجزاء من الأمور المهمة في الرسالة لأن الرسالة الجيدة يكون لها ترتيب معين أجزائها تكون مترتبة ومرتبة بشكل يجعل لها قوة وفاعلية لدى الطرف الثاني عند كراءة هذه الرسالة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر